مشروع سمارت مشروع يهدف إلى تقديم مساعدات للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم للتعافي من الأثار الاقتصادية اللي خلفتها جائحة كورونا يقدم المشروع الدعم عن طريق منح لهذه الشركات وسيساهم الدعم المقدم من المشروع في زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وتوفير الأدوات اللازمة لزيادة حصتهم في السوق وزيادة فرص العمل كما سيساهم المشروع على انطاق واسع في النمو الاقتصادي والاعتماد على الذات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية بال2015 بلشت بفكرة بسيطة مع أصدقاء إنه نشتغل على موضوع بإدارة المواقع اللي كانت المعظم الدعاية بهذاك الوقت بالإشي اللي ترادشنل والوفلاين بثنة هيك بلشت الأكتر تروح الناس للماركتينج الدجتل والأونلاين وصار ترند بالعالم كله وبلشت عيون بحاجة لموظفين تكون شركة أكتر وكل سنة صرت أحاول أضيف عليها إشي جديد مشروع سمارت إنه هو دعم كتير مهم فما بالك كمان إذا بيكون فيه دعم مادي ساعدهم على تخطي هالأدمات اللي خلقتها فترة الكوبيد بهاي الآخر مرحب مشروعنا شركة دوالينة كان ناتج عن تجميع جهود المبعثرة للنساء في تصنيع منتجات العنب إحنا منعرف إنه العنب يتم تصنيعه بطرق تقليدية لكن نشأت الفكرة إنه نعمل إشي نوعي ومميز يكون هذا المنتج بطريقة مكنكة وآلية وبالفعل تضافرت جهود أربع جمعيات تعاونية للاشتراك بهذا المشروع مكنت أتغلب على هذا الوباء ونواجه التحديات بتضافر الجهود وتعاوننا إحنا كجمعيات موجودة بهذه الشركة برنامج سمارت راح يعزز صمودنا لمواجهة التحديات هاي وسهلوا للوضع ووصلوا لإني أقدر أوصل لهذا البرنامج وكمان إنه يشرحوا لي فكرة التقديم وساعدوني إنه نقدم بأبسط الإمكانيات الموجودة عنها المشروع هذا هو هوتيل يوجد به أوتيل ومطعم نعمل به حوالي خمسين موظف التحديات التي واجهتنا هي في قطاع غزة هي الوضع الاقتصادي العام الذي أثر على جميع القطاعات الموجودة في قطاع غزة وجذؤ منه جذؤ القطاع السياحي نشكر مشروع سمارت والقائمين عليه نتمنى لهم الاستمرارية والعطاء لكي يدقوم قطاع غزة بالنهضة في هذا المجال رسالتي للمرأة الفلسطينية إنه المرأة الفلسطينية هي قائدة قائدة في بيتها قائدة في مجتمعها هي نصف المجتمع بل أكثر قادرة إنها تصنع التغيير قادرة تثبت وجودها رسالتي لكل سيدة إنه أي إشي بتعتبره هو فشل تحاول تخلق منه فرصة جديدة لإنجاح إشي جديد في الحياة سوف تصلين إلى الهدف التي تردينه سنعمل بكل جهد لتأكد من أنه نساء لهم خرص عادي للاستفادة من مشروع سمارت بشجأ كل النساء للاستفادة من هاي الفرصة ترجمة نانسي قنقر